اهلا بكم الى اخبار يا رياضة من قلات الجزائر الدولية والبداية باخبار الشان بعد الفاصل بداية اكد مدرب المنتخب الجزائري المحلي مجيد بوغر واللاعب عبد الرحمن مزيان بان التشكيل الوطني جاهز لتخطي عقبة الدور ربع نهائي لبطولة افريقيا للمحليين في حين اشهد مدرب منتخب كوديفور بقوة المنتخب الجزائري كاشفا عن رغبته الكبيرة في تحقيق التأهل اعتقد ان هذا اللقاء سيكون ذا مستوى عال وانه سيكون الافضل في المنافسة لان هذا اللقاء سينشطه فريقان جيدان قريبان من تجاوز هذا الدور وبالنسبة لي من يفوز باللقاء سيكون مرشحا لتنشيط النهائي سنواجه منتخبا يملك إحصائيات تصب في مصلحته خلاله لدور المجموعات وهو منتخب سجل ثلاثة اهداف وفاز في ثلاث مباريات من دون ان يتلقى اي هدف واعتقد بانه منافس قوي ونحن نحضر جيدا وليس لدينا اي تعليق خاص حول المواجهة سوى اننا نسعى لتحقيق التأهل الى نصف النهائي يستعد المنتخب السينغالي لملاقة موريطانيا في ربع نهائي الشال على ملعب التاسع عشر مايب عن نابا وسود تيرنغا الذين تأهلوا في صدارة المجموعة الثانية سيدخلون المباراة بهدف التأهل ومواصلة المشوار الى غاية المباراة النهائية احتفلت السينغال وابتهجت بعودة منتخب اسود تيرنغا الى بطولة افريقيا للمحليين بعد غياب طويل بلغ 11 سنة كاملة المشاركة الثالثة للمنتخب السينغالي في الشان اختلفت في شكلها ومضمونها عن المشاركتين السابقتين بدخول المدرب بابتياو واشباله البطولة بروح المنتخب الاول الحائز على لقب كأس امم افريقيا في نسختها الاخيرة نحن سعداء جدا لاننا حققنا الهدف كنا نرغب بلعب دور ربع نهائي بشدة وهذا ما حصل اليوم تأهلنا من مجموعة الموت خاصة واننا انهينا المرحلة في المرتبة الاولى وكما قلت قبل بداية الدورة السينغال ستحول كلمتها في هذه البطولة مسئولية متشريف الكرة السينغالية المحلية والسعي نحو الذهاب بعيدا في طبعة الجزائر ترجمها الوجه المشرف لزملاء القائد شيخ دياي في الدور التمهيدي والدرس الذي رسخته الاغدم السينغالية الشابات امام خبرة منتخبات المجموعة الثانية يتقدمهم بطل شان مرتين الكونغو الديمقراطية التنظيم المحكم للجزائر والظروف المواتية لشتى المنتخبات الافريقية زادا رغبة السينغاليين في العودة بالكأس وتزيين خزائن المنتخب بلقب قري آخر سافرت إلى جميع أنحاء العالم وحضرت 11 طبعة من كأس إفريقيا بالإضافة إلى بطولات شان وتلاث كؤوس عالم حقيقة شان الجزائر أكثر من رائع والتنظيم جيد للغاية إنها أحسن طبعة على الإطلاق النهائي سيجمع بين الجزائر والسينغال ربما يجب أن نأخذ الكأس معنا إلى السينغال جئنا هنا لمساندة المنتخب السينغالي وتشجيعه لمؤصلة التقدم ولم لا تأهل إلى الدور النصف النهائي وبعدها النهائي المشجعون هنا حتى لو أمضرت أو تسقطت الثلوج وكانت تقص باردا نحن هنا خلف المنتخب دخول التاريخ وكتابة سطر جديد في سجلات الكرة الإفريقية سيلبي نداء قلوب جماهير أسود تيرانجا ويوازن بالشان بين المنتخب المحلي بقيادة بابتياو والمنتخب الأول بقيادة عليو سيسي الفائز بلقب الكان يجري في آلتنا المنتخب السينغالي مرانا والأخير بعنابا قبل مواجهة المنتخب الموريطاني في ربع النهائي ويسعى أسود تيرانجا لقطع تأشيرة المرور إلى المربع الذهبي والإطاحة بالمرابطين لكن المأمورية لن تكون سهلة أمام أشبال المدرب أمير عبدو الذين أقصوا بدورهم وصيف النسخة الماضية منتخب مالي وحققوا تأهولا تاريخيا ويبحثون عن موصلة كتابة التاريخ والذهاب بعيدا في هذه المنافسة وللحديث عن تدريبات المنتخب السينغالي يلتحق بنا من عنابا موفد قناة الجزائر الدولية محمد بوعلام السلمي مساء الخير معنا كما يلتحق بنا موفد قناة الجزائر الدولية من وهرانيا يسين قالم مرحبا بك بداية دعني أبدأ معك مباشرة محمد بوعلام السلمي كيف تسير تحذيرات المنتخب السينغالي الذي سيكون على موعد صهرة الجمعة مع منتخب موريطانيا في دور خروج المغنوب أهلا بك أيصام كما أشرت منذ قليل المنتخب السينغالي يجري في هذه الأثناء حصته التدريبية الأخيرة الاستعدادية لمواجهة موريطانيا في ربع نهائي الشان هذه الحصة التدريبية التي سيكون فيها بابتياو وأشبله على موعد مع إجراء آخر الرتوشات لمجابهة هذا المنتخب الذي حقق المفاجأة بوصوله إلى دور ربع نهائي لأول مرة في تاريخه ويطمع لمواصلة المشوار وبلوغ الدور النصف النهائي والانتقال إلى الجزاء العاصمة للاعب هذا الدور بعدها سيكون الموعد عصام في تمام الساعة السابعة مع الحصة التدريبية للمنتخب الموريطاني الذي حل صهرة أمس بولاية عنابة بعدما تأهل في صدار الترتيب المجموعة الرابعة التي لعبت مباريتها بولاية وهران يوم صباحا كان الموعد كذلك مع الندوات الصحفية للمدربين بابتياو وأمير عبدو من الجانب الموريطاني كان هناك إجماع على ضرورة الفوز والتأهل لدور المقبل من طرف كل مدرب الأمور تبدو أن اللقاء سيكون قوي وقوي كثيرا بين منتخبان يعرفان جيدا بعضهما البعض سبق لهما وأن لعب سويا في مختلف التظاهرات الرياضية آخرها كان شهر سبتمبر الماضي وفاز المنتخب السينيغالي على نظيره الموريطاني ذلك المدربان يعرفان جيدا كل فريق يعرف المنافس وكل فريق يعرف نقاط قوة وضعف الفريق المنافس بابتياو نعم بوعلام وسيكون منتخب موريطانيا متسلح أيضا بالجمهور ابقى معنا بوعلام سالم إذن يواصل منتخب والنيجر تحضيراته لمواجهة منتخب غانا بملعب منودة هدف السبت وذلك لمواصلة مغامرته في المنافسة الافريقية المنتخب النيجيري الذي صنع المفاجأة في الدور الأول وعاد من بعيد يطمح لبلوغ الدور النصف النهائي أمام منتخب غانا الذي يحضر هو الآخر للفوز من أجل مواصلة مشواره في منافسة الشان وسيكون الصراع قويا بين المنتخبين لضمان العبور إلى نصف النهائي دربي محلي لأن الكرة السينيقالية صحيح كرة متقدمة على مستوى المنتخب الأول ومحترفين الفريق هو يمكن الأقوى في إفريقيا لأنه بسكل بساطة حايزة لكاس إفريقيا ولكن بالنسبة لمحليين دائما ما نتقارع معهم ونفوزوا عليهم ويفوزوا علينا وشيئا ما مستوانا متقارب لذا أظن أن عندنا حضوضنا في هذه المباراة اللاعبين سيكونوا حاضرين ذهنيا وسيلعبون هذه المباراة من أجل الفوز وللحديث عن تحذيرات المنتخب النيجيري يلتحق بنا أيضا موفد قناة الجزيرة الدولية يسين قال مرحبا بك مرة أخرى كيف يحضر منتخب النيجير لمواجهة غانا مرحبا عصام مجددا إذن مثل ما قلت المنتخب النيجيري مفاجأة المجموعة هنا في وهران الذي أزاح من طريقه المنتخب الكاميروني المنتخب القوي والقوي جدا الذي كان يأمل في تحقيق نتيجة قد تصل إلى العودة بالكاس إلى الكاميرون متخب النيجير كان من المرتقب يجري حصة تدريبية نهار أمس إلا أنها ألغيت في آخر لحظة بسبب سوء الأحوال الجوية أمطار وأمطار غزيرة هنا وبرد شديد في مدينة وهران الذي شيء الذي لم يتعود عليه النيجيريون هناك في النيجير إذن شيء آخر اليوم وبعد حوالي نصف ساعة من الآن سيجري المنتخب النيجيري أول حصة تدريبية هنا بملحق ميلود هدفي هنا بوهران قبل أن يصل منتخب غانا من قسنطينا بعد نصف ساعة هو الآخر لتحضيري لمواجهة السبت المقبل في طاري ربعي نهائي منافسة شان الجزائر الشان الأجمل والأرواع في تاريخ نسخ بطولة إفريقيا المحلين شكرا لك ياسين قال موفد قناة الجزائر الدولية إلى وهران والشكرا أيضا موصول إلى موفد قناة الجزائر الدولية إلى عناب الزميل محمد بعلام سالمي شكرا في أول مشاركة له يبحث منتخب مدغشقر عن تأهل أو تاريخي إلى ربعي نهائي بعد أن تصدر المجموعة الثالثة التي ضمنت أو ضمت غانا والسودان ما يجعل أشبال مدرب رورو يطمحون لتجاوز عقبة موزنبيق والذهب بعيدا في هذه المنافسة المنتخب الذي يمثل رابع أكبر جزر العالم مدغشقر فجاء الجميع في مشاركته الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين بفوزين متتاليين جعله يتصدر مجموعة صعبة ضمت معه منتخبي غانا والسودان لقد حددنا الهدف وهو تجوز الدور الأول وبعدها سنرى لأنه لا توجد مباراة سهلة بالنسبة لنا لأنها المرة الأولى التي نشارك فيها في هذه المنافسة لقد حضرنا جيدا وسنحاول الذهب بعيدا أشبال المدرب رورو رفعوا التحدي منذ وصولهم إلى مدينة الجسور المعلقة قسانطينة لعبوا ببسالة وندية أمام المرشح الأول في المجموعة الثالثة البلاكستارز منتخب غانا وفازوا عليه بثنائية مقابل واحد في أول مفاجآت المجموعة لكن سرعان ما اتضح أن رفقاء القائد طانتيلي قدموا إلى شان الجزائر بهدف الذهاب بعيدا ليؤكد ذلك في ثاني خرجة لهم أمام سقور الجديان المنتخب السوداني بثلاثية نظيفة عجلت بخروج أشبال المدرب برهانتيه ليبصم منتخب مدغشقر على ورقة العبور إلى دور ربع نهائي متصدرا للمجموعة الثالثة بالنسبة للقاء الموزنبيق هي مباراة صعبة وليس من السهل الوصول إلى دور ربع نهائي سنحاول إعطاء ما لدينا كما فعلنا في مباراياتنا السابقة نحن منتخب يلعب بالقلب نلعب بروح جماعية وحققنا نتائجا جيدة في الدور الأول وسنواصل على هذه الوتيرة سنبقى هنا في قسنطينة والجمهور القسنطيني دائما واقف معنا شكرا لكم وبهذا التأهل يضرب المنتخب الملغاشي موعدا في دور الثمانية مع ثاني المجموعة الثانية منتخب موزنبيق على بساط ملعب شهد حملاوي بقسنطينة التي بات يعرفها جيدا أخبار الرياضة من قلة الجزيرة الدولية متواصلة بعد الفاصل تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوز على ريال السويسيداد بهدف دون رد في مباراة ربع نهائي التي جمعت الفريقين صارت أمس في ملعب الكامبنو معقل النادي الكاتالوني وسجل المهاجم الفرنسي دامبلي هدف البارس الوحيد في الدقيقة الثانية والخمسين يعبر أشبال المدرب تشافي هيلونداز إلى المربع الذهبي في انتظار نتائج المباريات الأخرى وإجراء القرعة لمعرفة منافسهم في الدور المقبل اقترب مانشستر يونيتد من نهائي كأس الرابطة الإنجليسية لكرة القدب بعد أن عاد بفوز ثقيل من ملعب منافسه نوتينغ هامفوراس بثلاثية نظيفة ألمانيو سيطر على المباراة وتمكن من تسجيل هدف مبكر عن طريق ماركوس راشفورد عند الدقيقة السادسة وأضاف فيغوراست الهدف الثاني عند بداية المرحلة الثانية قبل أن يضيف القائد برونو فيرنونداز الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والثمانين ليكون الشيطين الحمر في أفضل رواق لبلغ المباراة النهائية وستلعب مباراة الياب بين الفريقين على ملعب مصرح الأحلام أورترافولد الأربح المقبل نهاية أخبار الرياضة شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة